أو رجل دخل إلى صيدلي يبيع الأدوية وهو يعمل ليلة نهار من أجل أولاده يعمل النهار يخرج من بيته مبكرا ويعمل في الفلاحة ويعمل في البناء وفي الأسمنت وما إلى ذلك يداه كلها مقطعة وممزقة مقشرة وكأن هذا الإنسان يده ليست بيدي كأنها أطراف الأقدام للفلاحة الذي دائما هو في الفلاحة يداه خشنتان فدخل على الصيدلي فقال له اعطيني مرهم يرطي أو كريمة ترطب الآياذي تصور ماذا قال له وهو مستهزئ به ترطب الأسمنت يد الأسمنت قال له أعطيك مرهم أو كريمة كما نسميها بلغتنا الحديثة ترطب الحديد وترطب الحجر وهو يستهزئ به ثم بيّن له ذلك الرجل فقال له إن لي ابن صغير في الدار كنت كل يوم عندما أنام تذهب إلى القسم أو إلى المدرسة يستهزئون بها ويضحكون فتعيش غما وهمما لأن أباها فقير ولكنها عندما تعود إلي الدار وأنا أعود من العمل أحملها أيها الإخوة الكرام وأقبلها وأقبلها فأنسيها بتلك القبلة أنسيها بتلك المرار التي عاشتها في القسم طول النهار لما قال هذا الكلام أيها الإخوة الكرام هذا الرجل لذلك الصيدلي قال تجمد الكلام فيه فقال له نعم هنا كريمة ترطب اليد وسأعطيها لك بدون مقابل وإن احتجت إليها مرة ثانية فأنا في الخدمة فستأخذها بدون مقابل وقال له أيها الرجل الكريم لقد أعطيتني ضرس في الأخلاق والطربية فكنت أظن أنني أفضل أنني أمتلك قلب للأسف الشديد فإن لي أبناء يتعدون في عددهم سبعة أم ثمانية ما قبلت يوماً واحداً منهم وما أجلس واحداً منهم على ركبته ولا أشعرته بحنان الأبوة لكن نكى عندما لكن شاءت الأقدار أن ألتقي بك اليوم لتربيني وتعلمني أن ما أعطاني الله من المال وما أعطاني الله من العلم وما أعطاني الله من المنصب بلاء وليس نعمة لأن الغناء غناء القلوب لا غناء الجيوب أيها الإخوة الكرام صلوا على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم